احتشعار قطاع اللحوم والالبان يحتضر نظمت النقابة الجهوية للفلاحين باسفاقس وقفة تحسيسية امام مقر ولاية اسفاقس لتعديد المخاطر التي تتربص بمربي الابقار بالجهة وما سينتج عنها من اندثار لعدد من المشاريع ومن ثم تقهقر في انتاج الحليب واللحوم الحمراء بالبلاد هذا واختار منفذ الوقفة اسلوبا جديدا للتعبير عن احتجاجهم تمثل في توزيع كؤوس من الحليب الطازج على المرة تحت عنوان اليوم ثماغ غدوة مثماش لتوعيتهم بخطورة الموقف من جهة ولتجنب الاساليب القديمة للاحتجاج بسكب الحليب في الطرقات من جهة اخرى عنا ثلاث قضايا تقريبا هامة اللي هي معناها تهريب الابقار الى القطر الجزائري ارتفاع كلفة الانتاج بشكل كبير اترت الحليب تتكلف تقريبا تسعمائة مليم فلاح يبيحها سبعمائة وخمسين مليم دونك قاعد يزيد من جيبه يوميا ويخسر وعندنا ثالث نقطة هي تقريب توزيع العلاف المدعمة ما هواش في تونس قاعد يمشي بشكل عادل باشي الجميعين الفلاح في الحنش عندنا فيتيرينار واحد فما برشة ابقار قاعدة تموت خاطر الفتيرينار كما شدد نائب رئيس النقابة التونسية للفلاحين فوزي الزياني على ضرورة تدخل الحكومة لإيجاد الحلول الناجعة لإنقاذ القطاع وإيقاف الاستيراد وفق تعبيره ولينا نستورده في اللحوم الحمراء ولينا الحليب منكم في الشهور القادمة ماشي نستورده كذلك وهذا بطبيعة الحال ماشي نعكس سلبا على الميزان التجاري يذكر أن قرابة أربعين بالمئة من مربي الماشية قد تخلوا عن نشاطهم وفق إحصائيات محلية ما يستوجب ضرورة التدخل السريع والناجع اشتركوا في القناة